كم باحث يشتغلوا في هذا المشروع؟ مباحثين كتير لكنهم متخصصين يعني كلهم فيه تخصصي يعني إذا كنا سلكتف فيه الجانب الاقتصادي للتطرف أو الجانب النفسي للتطرف أو الجانب الاجتماعي للتطرف فنحن سنحتاج إلى ناس متخصصين في علم الاجتماع وفي علم الاقتصاد إذن فرق متخصصة فرق متخصصة كلهم في مجاله كلهم في حينه ما فهمت أن سيادتك فضلتك والفريق عايزت تعبيره أحاطة بالظاهرة عايزت تعبيره أحاطة بالظاهرة وسنترجمها أو ترجمناها بالفعل إلى مركز متخصص يعني أطلقناه في هذا العام اسمه مركز سلام لدراسة لمكافحة التطرف أو دراسة التطرف مركز سلام لمواجهة التطرف مركز سلام لدراسة التطرف لدراسة التطرف نعم هذا المركز متخصص للغاية سنعمل له مؤتمر إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا المركز سينطلق إلى المحلية والعالمية بمعنى أن الدراسة التي تتم هي دراسة تفاعلية ما بين المركز هنا مركز سلام وما بين المراكز المتخصصة في دراسة التطرف في أنحاء العالم كله ويعني ربما في حلقة أخرى نفسه عن هذه المشاركات العملاقة على مستوى العالم التي ستكون معنا في هذا المؤتمر التي ستكون معنا أيضاً عبر الفيديو كونفرنس في البرش العامة التي سنعقلها في المركز نحن إذن أمام مشروع الحقيقة مشروع متكامل يعني لدراسة التطرف نستطيع أن نقول بأن دار الإفتاء النصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في الحقيقة استطاعوا في فترة وجيزة من الزمن أن ينشئوا أو أن يوجهوا إلى دراسة التطرف بنحو منهجي علمي منضبط وفيه تشبيك مع كافة الأطراف المعنية بهذا الأمر سواء في الداخل أو في الخارج ولعلني أشير أيضاً في إطار دراسة المنهج الدليل المرجعي إلا أننا أيضاً نقصد إلى أنه لابد أن يتعاون الجميع في مكافحة التطرف حتى إننا أفردنا مساحة كبيرة جداً في دور المؤسسات الدينية عندما نضع الخطة الاستراتيجية لمواجهة التطرف كل له دور الأسرة لها دور المؤسسات الدينية لها دور المؤسسات الإعلامية بلا شك أنها لها دور كبير جداً الأوساط الثقافية الأوساط الثقافية المناهج التعليمية كل من هو معني بتنمية العقل المصري وتنمية العقل الإنساني نحتاج إلى أن تكون في الخطة مواجهة هذه الأفكار المتحدة والحيط طبعاً يعني النجاحات الأمنية والعسكرية في كبح التطرف وتنظيف الجيوب التي كانت متمركزة فيها جامعات التطرف لا يخف على أحد ومشهود على مستوى العالم في التغربة المصرية ولكن الحقيقة